بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومشارككم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومهنيين بربي إن شاء الله اليوم جبت لكم هاد الغصفاء بزاف بلينة وحلوة وهيلا بذوق البانان وكعراما ونيس كافي نبدأ بأول حاجة نروحوا المقادير تاوعنا وطريقة تحضير عندي زوج حبة بيض سيكونوا بدرجة حرارة الغرفة عندي نصف كاز سكر ونصف كاز حليب والزيت تكون ناقص على نصف كاز بشوية أعضر الكرامل إذا كان متوفر طبعا وكاز فارينة وشكارة عفوا الخميرة كيميائية نبدأ ونخلط البيض مع السكر تانا وشوفوا حتى بي نتضاعف الخليط ويبلي رغعوي نبقى نخلط ونزيد له الزيت بعد طريقة ونبقى ونخلطه باش كي كتانا تجي شابها ويدخل لها لهوة نزيد هنا يا الحليب ونبقى نخلط بالباتر نزيد هنا قصة مغرب صغيرة عطر الكرامل أو لا معكم شيئة الكرامل نجمو ونضيفه لفاني ان يجبو كرامل تتقطع من هذا الشباب تساعدوا بها عند اللي بيعوا دوزان على القطو ويبيعوا الكسخي هذا السوالح كامل ويعمروا من العشرة الاف ونظر انتشعى تحبيت نجد الكاسة الفارينا ونصفي ونزيد 9 شئة الخميرة الكيميائية كيف كيف نصفيها فوق الخارج ونخلطهم بالفور خلطهم كامل حتى يقولوا خالط واحد ماذيج واحد ندخلوا كامل الفارينا فيهم بهذه الطريقة نشوفوا الخارج تانا كيف أشراه ونشي ثقيل بزف ونشي خفيف شفتو ونجيب البلال بلاتع هذا وشوية كبير درت له الزيت وزيت له الفارينا ونفرقت فيها الخالط مايجيش عالي بزف ماذا تريدون طبقة الأولى تحكم الجيخشينة وديروا البلات تحكم شوية صغير نمشو كامل خالط لكي تجينا سواسوا ونجدوا الكرام اللي راح نديروها فوق عندي هنا كاس تال الكرام شانتيه وهنا يديرو يحليب ماء انا خلاص لي الحليب كان عندي نصف كاس حليب والباقي كملتو ماء وزيت عطر الكرامل وبديت نخلط فيها والحليب بتاعنا لازم يكون بارد ماشي جامد ما تطلع عناش لازم يكون بارد ونخدمو به نكمل نخلط بالباقي وحتمي انه يضاعف الحاج كي ما شفتوه نزيد له هنا باطاطا فرامج غيجين بتي سويس هذيك الكبيرة لانه متستغنوا عليها ميتمدلها بالناع يعني تكون بارده ونكمل نخلطهم كيف كيف حتى ندخلو في بعضاهم بهذه الطريقة لازمتو اللي عندنا ينقخام نحطوها فوق هذك البيسكويت جي هيلة وتكون شدارو حابج كي نقسموه يمدلنا منظر الشباب نكمل تخلطو كامل شوفو كيف شراء و القمع متاعو بعد ما نكمل نحطوه في الفخشيتاء غير ريح ما نخدموه شبه ثم ثم وليطان اللي راهويريح نروح نخدم هذي السوس كرامل انا اضرت سكر بسكات سكر هنا نفس الكمية السكر نديروه هاما وزتلوه مغرفة على مايزينه مغرفة نخلطوه هم كيف كيف سكرتا عنا ما نخلوه شي تحرق نديروه قبتي فوق نحطوه نحطوه كامل نخلط فيه حتى يذوب كامل بعد ما يذوب كامل السكر نديروه الماء البل مايزينه شوفو كيفش واسط متخافوش مشي ما عندها كي راهي هكا خسرت بسك السكر راهو سخون والماء راهو بالد وغلقت صراحة نبدأ نحرك فيهم غير بالعقل في غرضنا نحتوين يذوب سكرتا عنا شوفو كيف شاو بدا يذوب والنار دايما قليلا شوفو بالعقل نحتوين يذوب كامل هذا كالكغامل طلع الخطران نحي من النار ممكن ما نخلط باش ما يتحرق ليش باش الكغامل ميزيتش طيب وتفلي فيها المرورية ميجيش مليه نايروه ذاب كامل نخليه حتى يبرد نخدم به سخون ونزل له شوية عطر الكرامل البيسكويت تاعي هنا خرجته طيبته على ميتين درجة من تحتها حتى يمكن تنفع خطاب كامل شعلت عليهم الفوق اخذ هذا كلهم ونبعد نحيتو وشوفو الديجارة طيب لي جيهة طالعو جيهة هبطة بس كما حطيتوش مليح في الفوق وماما خبطوش مليح لغة تنفخ جيهة بجيهة سوف نشبحوه بشانتي جبت هنا او فنجلت قهوة كحلا او انا يدرت نيس كافي لازم البيسكويتان يكون بارد والقهوة تكون باردة كما قلت لكم درت انا كاستعمة مغرف كبيرة نيس كافي وخلطتها اخدمت بيها نجيب لك خيمة شانتيتيتي بعد ما كانت ريحات في الفريجيدر الوطن اللي طعب البيسكويت والكارامل ونبدأ نمشي فيها كامل فوق الكيكتانو كملت شانتيتيتي لازم نسميها مليح بشيتي المنظر تحشبب وهنا يقدرتوش حبات تعبانة نقطعتهم ارقاق كما كنت شوفو فيهم البلارة كبير عمرو لي كامل ما يتنجمو وتستغنو عليه ولا تدينو كمية صغيرة غير شباح برك والبنة هاكيك وشوفو ما عمرو ليش بيان بيان مستف ما معليش نزيد الكارامل الكارامل تايل كارامل ما نزيدوها غير بالعقلة بالمغرف بهذه الطريقة ما تفرغوش بس كذا فرغناها ما راح تتخسر لنا لا شانتيه وتتغنجق ومجيش لمنظر تحشبب نكملها كامل بهذه الطريقة ونمشيها ومبعد نحطها في الفخيجي داختريح واحد الساعة ولازور سوائح تبرد باش نتكل بردة تجيبنينا ومام هاد الكارامل يشد روحو هيا وجدت وبردت مي مصبرناش بالله كلينة منها قبل ما نصور وخليت باش نصور لكم كليت منها في الليل وخليتها ريحت وهذا غدوة من ذاك هني قسمتكم شوفوا كيف هاش جات شكلتها والله غير هايل ما عم في البنة ما عندي ما نقولكم بزاف بنينة سيوها ما كمش رايحين كامل تندموا ذوق التنس كافي والبانان وهذك الكارامل جا ما شاء الله ان شاء الله الوصفة اليوم تكون نالت اعجبكم ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ياسي لكم كل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة